أستاذ عزة تفضلي. معلش يا مولانا كنت عايزة اسأل انه لما بكون خارجة رايح النادي مثلا فبكون متوضيها ومصليها مثلا العص. بعد كده بحط الكريم ده مضد للميا يعني ما بيطلعش بالميا. فالكريم ده بيعد حائل لو انا توضيت عليه في النادي وصليت عشان ما يكونيش فرض المغرب عشان لايش هتيجي بسرعة. ما انت ده كلام بقى على ان فقدت الوضوء انا ما فقدتش الوضوء. ما انت لو في النادي ولسه على وضوئك خلاص ما فيش مشكلة. معنا كده هصلي على طول. لكن لا لو انا حبيت اجدد الوضوء او او فقدت الوضوء. لا نجدد الوضوء. نجدد الوضوء مش قضية. اجدد الوضوء مش مجسال التجديد الوضوء. هذا لمزيد من الثواب. لكن مش معنى كده ان انا لو ما جددتش وضوئي وانا لسه لم يحصل لنقد من نواقد الوضوء. يبقى انا لو صليت صلاة باطلة. لا. مش لازم مع كل صلاة اتوضى. اذا كنت انا على وضوء. اذا كنت على وضوء مش يجب علي ان انا اتوضى. زي ما برضو بعض الناس عندهم فكرة ان انا لازم مع كل صلاة استنجا. لا. دي افكار مش اساسية ومش صحيحة. انا دلوقتي متوضع. وخرجت. ولسه على وضوئي. وصليت المغرب. وجي ازن العشاء اصلي. ولستو محتاج ان انا اجدد وضوء. فاذا كان المسألة كده. لا اصلي. انت مش محتاجة تكديد وضوء. لكن السؤال بقى. اذا كنت الكريم اللي انت حطتيه ده. كريم بيمنع وصول المية. وهو على عضو من اعضاء الوضوء. سواء على الوش. او على الايدين. او حتى على الرجلين. وانت هتتوضي وكان بيمنع وصول المية. لا. لازم نزيله. لازم ايه? نزيله. طيب. في كريمات ما بتمنع. ما بتقفلش مسام المية. وعلى فكرة. انا ما بحبش ان الناس تقول ايه? جاوبني على الاشد. لا. احنا لازم نعرف. هل الكريم ده بيقفل المسام وبيمنع وصول المية. في كريمات بتمنع وفي كريمات ما بتمنعش. فاذا كان الكريم ده بيمنع. وهو موضوع على عضو من اعضاء الوضوء. سواء كان على الوش. او على الايدين. او على الشعر. او على الجرين. يبقى ايه اللي حاصل. يبقى طب ما كانش بيمنع. خلاص لو توضيت عليه وضوء صحيح. طب انا اذا محتجتش اصلا نجدد وضوءي. خلاص صلاة صحيحة. وليس فيه اي شيء يمنع من صحة الصلاة. اشتركوا في القناة.